استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين من بينهم أطفال ونساء في غارات شنها طيران الاحتلال في ساعات مبكرة من صباح اليوم وقصف مدفعي طال مناطق متفرقة من قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان متواصل لليوم الحادي وثلاثين بعد المئة على التوالي وأفادت مصادر صحية باستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين من بينهم أطفال ونساء جراء قصف الاحتلال الشرق دير البلح وتعرضت أيضا منطقة القرارة شمالية شرقي خان يونس جنوبي القطاع لإطلاق نار من طائرات الاحتلال المروحية تزامنا مع إطلاق نار كثيف شرق المغازي وكانت وزارة الصحة في غزة أفادت في وقت سابق باستشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة عشرة آخرين داخل مجمع ناصر الطبي برصاص القناصة الإسرائيلية